المضمون الإجمالي في الخبر الذي قرأته عليكم بخصوص مقتل قائم آل محمد في نهاية مرحلة الظهور المضمون الإجمالي هو قتل الإمام صلوات الله عليه سنعود إلى قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم لا شأن لي بتفاسير سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بتفاسير سقيفة بني طوس الآية الحادية والستون بعد البسملة من سورة البقرة سوف أقرأ موطن الحاجة من الآيات لضيق الوقت هذه الآية الحادية والستون بعد البسملة من سورة البقرة والحديث عن بني إسرائيل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق الآية تتحدث عن قتل النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق في سورة البقرة نفسها إنها الآية السابعة والثمانون بعد البسملة أفكلما جاءكم رسول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم كذبتم الأنبياء كذبتم الرسل وفريقا تقتلون بعضكم يكذب الأنبياء والمرسلين وبعضكم يقتلهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الآية الحادية والتسعون بعد البسملة قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وهذا الخطاب كان موجها لبني إسرائيل في زمان النبي الآيات واضحة الأجواء القرآنية تحدثنا عن أن قتل النبيين عن أن قتل المرسلين عن أن قتل أولياء الله شيء منتشر ولذا فإن سورة البقرة تحدثت عن هذا في الآية الحادية والستين بعد البسملة وفي الآية السابعة والثمانين بعد البسملة وفي الآية الحادية والتسعين بعد البسملة سورة آل عمران الآية الحادية والعشرون بعد البسملة إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم هذه الأجواء هي الأجواء الاعتيادية والأجواء والأجواء القريبة من النبيين والمرسلين ومن أتباعهم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وكل الآيات التي مرت علينا مع هذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل تتحدث عن اليهود وعن أهل الكتاب عموما وأهل الكتاب حتى النصارى فإن أصولهم يهودية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة آية مية واثنعاش بعد البسملة من سورة آل عمران جاء جاء فيها ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق الحديث عن أهل الكتاب الحديث عن اليهود ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وماذا بعد الآية الحادية والثمانون بعد بعد البسملة وما بعدها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين كل الآيات تتحدث عن قتل منتشر في أجواء الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وماذا نقرأ أيضا في سورة النساء في الآية الخامسة والخمسين بعد المئة بعد البسملة فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حاق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله محاولة لقتل عيسى وقد قتلوا شخصا آخر كان شبيها بعيسى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم الآيات المتقدمة تتحدث عن قتل منتشر في أوساط النبيين والمرسلين وفي أوساط أتباعهم من الذين كانوا يأمرون بالقصد وهذه محاولة يهودية لقتل المسيح عيسى بن مريم إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء وإلى سورة المائدة وإلى الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن قابيل قتل هابيل بسبب الوصية لأن آدم جعل وصيته في هابيل والأمر ليس بيده هذا أمر من الله الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن يجعل هابيل وصيه فحسده أخوه قابيل فهذا الحسد قاده إلى قتله حينما قرب القرابين واتضح لقابيل أن قربان هابيل هو الذي تقبله الله أما قربانه هو فلم يتقبله سبحانه وتعالى الحسد قاده إلى قتل أخيه الآية الثلاثون بعد البسملة من سورة المائدة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين هذه عملية القتل الأولى وقد حدثت في أجواء الأنبياء والأوصية أول جريمة قتل حدثت على وجه الأرض من بعد نزول أبينا آدم إلى الأرض أول جريمة حدثت بين الآدميين جريمة قابيل حين قتل حابيل الذي كان وصيا منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى من بعد أبيه آدم إذن القتل أسس في أجواء الأنبياء والأوصياء في سورة المائدة إنها الآية السبعون بعد البسملة لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون حكاية قتل الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء تنتشر في آيات الكتاب الكريم نذهب إلى فاصل الآية الخمسون بعد المائة بعد البسملة من سورة الأعراف في قصة السامري والعجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفة إلى أن تحدثنا الآية عن وصيه هارون قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني محاولة لقتل هارون وصي موسى وهارون كان نبيا كان نبيا وكان وصيا لموسى لموسى قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يذكرنا هذا بمحاولات القوم لقتل أمير المؤمنين وهذه الآية صرح بها أمير المؤمنين حينما أدخلوه إلى المسجد كي يبايع أبا باكر فنظر إلى القبر الشريف إلى قبر رسول الله إلى جهة القبر وقال له ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني تلاحظون أن الآيات تخبرنا إما أن الأنبياء يقتلون وإما أن تكون هناك محاولات لقتلهم ومرت علينا محاولة اليهود لقتل عيسى لولا أن الله قد رفعه لقتلوه ولكنهم قتلوا رجلاً آخر شبها لهم سورة يوسف الآية التاسعة بعد البسملة والتي بعدها أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرض وقبل هذه الآية هكذا كانوا يتناقشون فيما بينهم أخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يحكمون على والدهم النبي من أنه في ضلال مبين بعد ذلك يتخذون قراراً بقتل نبي آخر بقتل يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلي إنها محاولة صريحة لقتل يوسف النبي من قبل أخوته وماذا نقرأ أيضاً في سورة الأنبياء الآية الثامنة والستون بعد البسملة والتي بعدها قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم الكلام عن إبراهيم النبي بعد أن حطم أصنامه قالوا حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم إنها محاولة لقتل إبراهيم تعذيباً بالنار ولقد ألقوا به في النار ولكن الله أراد شيئاً آخر قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم في سورة العنكبوت في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الكلام هو هو عن محاولة قتل إبراهيم تعذيباً وتحريقاً بالنار لكنها باءت بالفشل باءت بالفشل لا لأنهم لم ينفذوها نفذوها ولكن الله تدخل في الموضوع قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وماذا بعد في سورة القصص في الآية التاسعة بعد البسملة وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه إنها محاولة قتل لموسى وهو في المهد حينما كان صغيراً وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون محاولة قتل لموسى وهو في المهد وفي السورة نفسها إنها الآية العشرون بعد البسملة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين محاولة لقتل موسى في كبره هناك محاولة لقتله في صغره وهذا هو الذي جرى على رسول الله محاولات لقتله في صغره من قبل اليهود ومحاولات لقتله في كبره من قبل الصحابة وماذا بعد في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة من سورة غافر وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون هكذا يتحدث عن موسى أن يبدل دينه أن يضلله أو أن يظهر في الأرض الفساد إنه يخطط لقتله محاولات لقتل موسى النبي وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذا الأمر واضح واضح وواضح جدا وإذا رجعنا إلى نبينا صلى الله عليه وآله فإننا نقرأ في سورة الأنفال في الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ليثبتوك ليقوموا بحبسك حتى تموت هذا كان خيار من الخيارات أن يحبسوا رسول الله في مكان ويمنع عنه الماء والطعام حتى يموت في محبسه هذا معنى ليثبتوك نوع من القتل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا في أوائل البعثة في أواخر الهجرة أتحدث عن البعثة الصغرى وأتحدث عن الهجرة الكبرى ماذا نقرأ في الآية الرابعة والأربعين بعد المائة بعد البسملة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قتلوه وبعد ذلك انقلبت الأمة على أعقابها وهذا المضمون موجود في رواياتنا في الكافي وموجود في روايات السنة في البخاري وإذا أردتم أن تعودوا إلى هذه الروايات فاقرؤوها في باب صفة الحوت الأمة انقلبت لقد رجع الصحابة كما في البخاري على أدبارهم القحقرة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية الكريمة النبي قتل تلحظون أن القرآن مشحون بالآيات وفي مختلف السور وفي شتى المواطن والمواضع في الكتاب الكريم الحديث عن قتل النبيين وليس عن قتل نبي واحد عن قتل النبيين عن قتل المرسلين عن قتل الوصيين محاولات نجحت وهي كثيرة ومحاولات فشلت القرآن مشحون بالآيات وفي سورة الإسراء في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة ومن قتل ومن قتل مظلوما بحسب تفسير العترة الطاهرة فإن الآية في سيد الشهداء في الحسين العطشان القتيل الذبيح ومن قتل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا بحسب قراءة المصحف بحسب قراءة حفص هذا القارئ الكذاب فلا يسرف فإن الله هنا ناهية ولكن بحسب قراءة العترة فلا يسرف فإن الله هنا نافية وفارق بين المعنيين الناهية تنهى أما النافية فإنها تنفي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ووليه هو قائم آل محمد فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا هذه من الآيات التي تحدثت عن مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإذا ذهبت بكم إلى سورة التكوير وإلى الآية الثامنة بعد البسملة والتي بعدها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هناك قاعدة في التأويل في منهج العترة الطاهرة أن الآية يكون لها تأويل أصغر وتأويل أعظم التأويل الأصغر لهذه الآية فإن المراد من الموؤودة البنت التي كانت تتفن في الجاهلية لكي يتخلص أهلها منها مثل ما فعل عمر بن الخطاب ودفن ابنته وأدها وكانت كبيرة بحسب ما نقل عنه أخذها معه إلى الصحراء وحفر لها قبرا وكانت بنته تحاول أن تزيل الغبار عن وجهه عن لحيته ولكنه بعد ذلك قال لها يا ابني انظري في هذه الحفرة فلما نظرت دفعها ودفنها بالتراب هكذا ينقل عنه والعرب كانت تفعل هذا كثيرا التأويل الأصغر لهذه الآية هو هذا أما التأويل الأعظم فإن الموؤودة فاطمة فإن الموؤودة الحسين فإن الموؤودة المحسن ابن فاطمة إنها النفس الموؤودة هذا بحسب تفسيرهم لقرآنهم وإذا الموؤودة سئلت وهذا ينسجم مع المنطق السليم صحيح أن وعد البنات جريمة لكن ما مقدار هذه الجريمة بالقياس إلى مقتل سيد الشهداء نحن نتحدث هنا عن أحوال يوم القيامة قطعا هناك أولوية فإن السؤال الأعظم سوف لن يكون عن قتل طفلة في الجاهلية وإنما سيكون عن قتل حسين بيد أمة جده صلى الله عليه وآله السؤال هنا إذا الشمس كورت إنها علائم يوم القيامة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت عطلت الحياة وعطلت اهتمامات الناس هذا التعبير وإذا العشار عطلت هذا ما كان يهتم به العرب بنياقهم وجمالهم وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت في ظل كل هذا ليس منطقيا أن يطرح السؤال عن وعد البنات في الجاهلية لابد أن يكون السؤال عن أعظم جريمة ارتكبت وإذا الموؤودة سئلت إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه الرزية الكبرى المصيبة العظمى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ولا بد أن تعرف من أن قراءة العترة الطاهرة وإذا المودة سئلت هذه قراءة العترة أنا ذهبت مع قراءة المصحف وتحدثت في مضموني الآية بحسب قراءة المصحف قراءة العترة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت هذه قراءة العترة وهذه القراءة بالمناسبة مثبتة في معجم القراءات القرآنية إعداد الدكتور أحمد مختار عمر الدكتور عبد العال سالم مكرم وهذا هو المجلد الخامس من طبعة عالم الكتب هذه الطبعة الثالثة ألف وتسعمية أو سبعة وتسعين ميلادي وهذا المعجم مؤيد من قبل الأزهر إذا ما ذهبتم إلى الجزء الأول في مقدمات الجزء الأول هناك الكتاب الرسمي الصادر من الأزهر في توثيقه واعتماده من جملة القراءات التي ذكرت بخصوص سورة التكوير الموؤودة من جملة القراءات المودة وهي قراءة أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق وابن عباس قراءة عبد الله بن عباس وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت العنوان الأول للمودة فاطمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة العنوان العنوان الأول للقربة ولتفعيل المودة التي هي أجر الرسالة في فناء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذه قراءة العترة الطاهرة قراءة الباقر والصادق وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت لقد قتلوا المودة كلها حين قتلوا فاطمة وحين قتلوا محسنها القرآن واضح واضح وصريح لكن القوم عبثوا فيه عبثوا فيه هذه الأمة مسخرة ومضحكة حقائق القرآن واضحة بين أيدينا بنفس هذا المنطق إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إنها دماء حسين في الروايات عندنا هذا ولكن حتى لو لم ترد الروايات فليس من المعقول أن الملائكة يعترضون على دماء عموم البشر ولا يعترضون على دماء محمد وآل محمد لابد من أولوية هنا الملائكة اعترضوا لأنهم علموا بأن دم الحسين سيسفك بأن دماء محمد وآل محمد ستسفك إنما أتحدث عن الحسين لأن رسول الله هو الذي أمرنا أن نجعل حديثنا عن ظلامة محمد وآل محمد مركزة في الحسين النبي هو الذي أمرنا هذه ما هي قضية نحن نقترحها نبينا الأعظم هو الذي أمرنا أن نجعل الحسين عنوانا عنوانا لدماء محمد وآل محمد وأن نجعل الحسين عنوانا لظلامة محمد وآل محمد من هنا يأتي التركيز في كلامه وهذا هو الواضح في أحاديثهم ورواياتهم وزياراتهم وكلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس من المنطق بمكان وليس من الحكمة أبدا أن الملائكة تعترض على سفك دماء عموم البشر ودماء البشر عزيزة لكن الأولوية أي دم الحسين هو دم الله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره الله سبحانه وتعالى جعله دمه فإن الاعتراض هنا لأجل الحسين صلوات الله عليه لكن الله سبحانه وتعالى حينما بيّن لهم حينما بيّن لهم من أن البرنامج سيكون بهذه الصورة ومن أن دم الحسين سيقودنا إلى الرجعة الكبرى ومن أن الرجعة الكبرى ستقودنا إلى الدولة المحمدية العظمى التي ستستمر خمسين ألف سنة هنا يتحقق برنامج الخلافة الإلهية بشكله الكامل طلائع هذا البرنامج تتحقق في مرحلة الظهور المهدوي ثم تتعالى وإن إمام زماننا لا يعود في الرجعة الكبرى وله حكم في الرجعة الكبرى موضوع الرجعة الكبرى موضوع مفصل ومعقد أتمنى أن أجد فرصة كي أفتح بانوراما خاصة بالرجعة الكبرى أعود إلى الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يحسد فيها ويسفك الدماء إنها دماء الحسين دماء محمد وآل محمد بالدرجة الأولى وبعد ذلك دماء الأنبياء دماء الأوصياء دماء الأولياء الملائكة اعترض على هذه الدماء وليس على عموم الدماء مع أن عموم الدماء عزيزة عند الله لكن الأولوية تبقى هي الأولوية هذا المنطق هو هو نفسه الذي وفقا له فهمنا ما جاء في سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب ختلت لابد من أولوية هنا في السؤال يوم القيامة سيكون السؤال عن أقدس دم ولذا في الروايات عندنا من أن الموؤودة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الموؤودة تعني النفس الموؤود النفس المقتول النفس المذبوح أعتقد بعد هذه الجولة بين آيات الكتاب الكريم صار واضحا أن أجواء النبيين عموما وأن أجواء محمد وآل محمد موضوع القتل يكون قريبا منها وأعتقد أن المضامين واضحة جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر